السلام عليكم متابعي براما سبورت فقرة جديدة من علمك شوف الفقرة التامنة والله مبسوط جدا معكم يا شباب ومستمتع بالأسئلة اللي عم تكتبوها طبعا كتبنا العنوان على صورة الغلاف وعلى كل شي لأن في عدد هائل من الناس من سوريا من داخل سوريا عم بيبعثوا لي رسالة بأن احنا ما فينا نفوت على أي فيديو من دون عنوان لأن بصراحة عم بنتكلف موضوع الكهرباء وموضوع النيت فمشان الله كتوب العنوان وكتوب هاي الأمور لحتى نفوت لبعض الفيديوهات المهمة جدا أول لين تحابب تطرح فكرة معينة لأن عم بتروح عنا بعض الأفكار ومن هذا الكلام ومشكلة مو واحد ولا اثنين ثلاثة أربعة لا في عدد هائل بصراحة عم بكتبولي يعني عم بيغيروا من استراتيجية الطريقة وستراتيجية القناة اللي أنا حابب أمشي فيها لكن يعني للأسف ما فينا ما فينا نتخطى رأي بعض الناس وبعض الأشخاص المتابعين فبالتالي يعني كتبنا لكم العنوان يعني بدك تشوف العنوان تتابع تتابع ما بدك تتابع أمرك لأله قبل ما نقوم بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصل شوف يا صديقي العزيز رح أبدأ من أحد الأسئلة اللي فيها عنوان الفيديو الأخ مرهف من أمريكا تحية لك من القلب دكتور داني أتمنى لك الحج والفرحة ما هي أسباب السكوت الواضح من اتحاد الكرة بسوريا هبوط الكرة السورية للحضيض وأين العمل ردة الفعل من الاتحاد الأخ مرهف من أمريكا كاتب يعني ليش في سكوت من اتحاد كرة القدم ليش ما في شغل ليش ما حدا عم بيحكي ما عم بيطلعوا بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي ما حدا عم بيحكي عن المدرب كل هاي الأمور أنا بعطيك السبب الرئيسي اتحاد كرة القدم عم بيشتغل على الوقت كيف ممكن أكتر وقت ممكن يبقى بالاتحاد من دون شوشرة عم بيلعب على وقت إنه الجمهور السوري يمل وهذا الشي واضح جدا يعني والجمهور السوري للأسف الشديد هيك يعني مش هنكون صريحين يعني نحكي اللي إلنا واللي علينا يعني الجمهور السوري بعد نهاية مباراة اليابان ممكن تلاقي 50% ما رح تابع هذا المنتخب هو رح يرجع يتابع المنتخب بأول مباراة لكن خلال هاي المدة ما رح يتابع المنتخب فبالتالي اتحاد كرة القدم بيشتغل على موضوع ملل الجمهور السوري ملل الجمهور السوري إنه الجمهور السوري مل لا أكتر ولا أقل فهذا هو السبب اللي عم بيخليهم ما يطلعوا ما يتخزوا أي قرارات ما يحكوا أي شيء عن الشي اللي صار بيئة التصفيات ما يحكوا أي شيء ليش؟ لأن هذا الموضوع بالنسبة لهم إنه خلاص يا عمي ما دام الجمهور عم بيهدى شوي شوي الجمهور كرهنا بكرة القدم فليش بدنا نحكي بالمواضيع نستنى لحتى تهدى كل الأمور بعدها منلعب مباراة إذا حققنا نتيجة إيجابية منطلع منحكي إذا ما حققنا نتيجة إيجابية منظلنا ساكتين فهاي الاستراتيجين اللي عم بيشتغل عليها إنه يستنوا مسألة وقت يعني عم بيشتغلوا على مسألة الوقت وصبر الجمهور السوري وملل الجمهور السوري فببعض المناطق أو ببعض الدول ما بتلاقي هذا الشيء موجود لكن بسوريا نعم هذا الشيء موجود حتى يعني فيه ناس يعني إلها سنوات عم بتتابعنا بتكتب لي هاي هيك تعليقات إنه خلص المنتخب طلع وخرج ليش بنا نحكي عن هذا المنتخب أو نحن منتابعك مو مشان المنتخب منتابعك مشانك أنت فأكيد يعني الناس عم بتتمل وهذا السبب كافي لحتى اتحاد كرة القدم يستنى ويأخذ الوقت ويكفي بهذا الموضوع أو بأي موضوع بدويا فمشكلة وقت أو مسألة وقت بالنسبة لاتحاد كرة القدم هون الأخ أخ والله سؤالك طويل كل الاحترام لشخصك والدعاء المستمر هل تشعر بنوع من الحرج أمام أصدقائك وعائلتك من مستوى المنتخب السوري وتخبطاته تحياتي لك من الأردن أبو عبدالله السرحان تحياتي يا أخي أبو عبدال لا ما عندي أي حرج من مستوى المنتخب السوري ما بخجل يعني قدام أصدقائي ولا أحبائي ممكن أخجل من نادي روما اللي بشجعه ممكن ممكن أخجل من منتخب أشجعه يعني منتخب مختلف عن منتخب سوريا لكن أنا سوري يعني ما مستحيل أخجل من من شيء أنا هو أساسا أصلي سوري فبالتالي أكيد ما في هذا الخجل واللي لازم يخجل هو المسؤول عن كرة القدم أو المسؤولين عن الرياضة أو المسؤول عن أي شيء يتعلق بسوريا مو أنا أنا ما لازم أخجل أنا بحكي الشيء اللي عم شوفه فقط لكن أخجل ليش بدي أخجل لا أطلاقا أنا ما عم بخجل من نتائج المنتخب السوري ولا عم بخجل ولا عم بتصيبني اللي تثقه بحالي ولا أطلاقا ممكن نفسيا أحيانا تكون تعبان لكن أكيد ما رح أخجل لأن الموضوع لا يتعلق فيني المسؤول هو اللي لازم يخجل الشخص اللي بيدير الرياضة هو اللي لازم اللي بيدير أي شيء يعني بسوريا هو اللي لازم يخجل من أي شيء عم بيصير بسوريا فأنا كمشجع كمتابع كمحلل كمعلق كأي شيء لا أنت ما بتخجل إطلاقا ما بتخجل بتتابع شفت نتيجة حلوة ممتاز ما شفت ما بس ما بتخجل بتحكي عن الشيء الموجود فقط لا غير لا أكيد ما أنا خجلي إطلاقا الأخ منبج دكتور ليش منتخب سوريا عطول بيركز على اللاعبين المحترفين وليس في البلد نفسه تحياتي لأن بالبلد عندك ما ما في دوري ما في شيء يعني فيك تركز عليه يعني أنا مع أنك تركز على اللاعبين المحترفين أنا مع أنك تركز على الأرقام والإحصائيات أنا ماني شايف لا توجد تركيز على اللاعبين المحترفين ولا على تركيز على اللاعبين المحليين ولا التركيز على أي شيء يا عيني الموضوع موضوع يعني حكي لي لحكي لك واسطات ومحسوبيات وناس عم تحكي مع ناس وتليفونات وقلوا ومرحبوا صالحنا فلان وازعلنا من علتان وانت اطلع بي تصريح هذا الشي موجود في سوريا ما في شي اسمه تركيز على لاعبين محترفين وين اللاعبين المحترفين حتى لو كان في تركيز على اللاعبين المحترفين نتيجة سوء الدوري لكن حتى من الدوري السوري ممكن تختار لاعبين من اللاعبين المحترفين كله بناء عن الإحصائيات والأرقام وهذا الشي غير موجود في سوريا السلام عليكم دكتور داني كمان سؤال طويل وعليكم السلام دكتور سؤالي هل برأيك من أفضل منتخب من عرب آسيا يمتلك عناصر أفضل منتخب من عرب آسيا منتخب السعودي أنت لما بتحكي عن المنتخب السعودي واصل لبطولة كأس العالم بال2018 وواصل لبطولة كأس العالم 2022 نعم منتخب قطر كان موجود ببطولة كأس العالم 2022 لكن كان مستضيف البطولة فبالتالي المنتخب الوحيد اللي كان عم يوصل لبطولات كأس العالم سواء باستمرار أو في عنده استمرارية المنتخب السعودي من 98 إلى 2002 إلى 2006 كان موجود ببطولات كأس العالم من عرب آسيا ما كانوا فيه منتخبات من عرب آسيا عم بيتأهلوا لبطولات كأس العالم إطلاقا ممكن نقول حاليا يعني منتخب قطر منتخب الأردن والعراق يعني أفضل من الأقوة بمستوى المنتخب السعودي بس دائما إذا بنقول عرب آسيا بنحكي عن المنتخب السعودي لكونه عم يتأهل بشكل مستمر لبطولات كأس العالم فهذا الشيء مهم جدا لازم نأخذه بعين الاعتبار مو فقط أنه لقعبين أو مستوى أو أداء أو نتيجة الموضوع يتعلق بتأهلك لبطولة كأس العالم والمنتخب السعودي كان يتأهل بتصفيات صعبة جدا فأكيد أنا بدي أقول منتخب السعودي على الأقل إلى وقت تصوير هذا الفيديو تحياتي حكيم معك لؤي من سوريا تحياتي أخي لؤي سألتك عن اتفاقية اتحاد الكورم مع السعودية هل يمكن إرسال مدربين الرجال والقواعد للتعايش والسقل هناك في السعودية؟ نعم هذه الاتفاقية ممكن أنك ترسل لكن بنود الاتفاقية مبهمة جدا من الجانب السعودي يعني الجانب السعودي أراد أنه ما تكون الاتفاقية معلنة بشكل كامل ما في شيء اسمه بنود اتفاقية نحن بنعرفها بشكل كافي لكن مرة قرأنا يعني على صفحة الاتحاد السور لكورة القدم بأن في إمكانية لتطوير المدربين وأرسال المدربين بس ما سمعنا عن المدرب اللي راح للسعودية فبالتالي بصراحة يعني إلى الآن الأمور مبهمة جدا فيما يخص إرسال الكوادر الفنية والكوادر التدريبية وأي كادر إلى السعودية نعم عم نسمع بإرسال كوادر من التحكيم لأن في مينيفار أو ممكن حتى يعني يعملوا فاربي بالدور السوري فنعم هذا شيء موجود لكن بخصوص المدربين والرجال والقواعد وهذه الأمور إلى الآن ما في شيء واضح جدا أو ما سمعنا بمدربين راحوا واشتغلوا بالسعودية كدورات سقل أو تدريب هون الأخ يامن تحياتي بمناسبة كل هالفشل بنتائج منتخباتنا سؤالي هل صلاح رمضان متابع كرة قدم يعني مثلنا بيحضر مباريات وبطولات بتمنى تجاوب كونك أبي النادي المجد نعم لسه صلاح رمضان ممكن أنا أطلع وأنتقده بأي شيء لكن ما فيني أنكر بأن شخص رياضي يعني شخص متابع للرياضة ومتابع لكرة القدم هلأ بيتابع بطولات أوروبية ما بعرف صراحة بس أكيد يعني متابع جيد يعني لسه صلاح رمضان غير هيك يعني كمان من الناحية الإدارية كان جيد كان لسه صلاح رمضان جيد لكن فينا نقول آخر عامين هذا بده موضوع خاص يعني تشرحه من الألف لليأل حتى توصل الجملة لكن الأستاذ صلاح رمضان بآخر عام تقريبا ما هو رئيس الاتحاد مجرد شخص عم قاعد بالمكتب فقط لا غير ما عم بيدير اتحاد كرة القدم فبالتالي بصراحة يعني حتى هاي مشكلة يعني هاي مشكلة تتعلق بالاستاذ صلاح رمضان لكن كان إداريا من الإداريين الجيدين شخص صمان وفاسد على الأقل ويحضر مباريات ويحضر متابع الأخ عمر عم بيسأل السلام عليكم ورحمة الله حكيم معك عمر من عفرين تحياتي لكل أهل نبي عفرين الجمعية العمومية لكرة القدم وافقت على مقترح إنشاء رابطة لدور المحترفين بشكل عام إيش رح نستفيد وهل رح يطور الدور السوري ما هو الفكرة حلوة يعني فكرة رابطة لدور المحترفين حلوة بس كيف رح تتشكل هاي الرابطة طرق تشكيل هاي الرابطة الاندي اللي رح تشارك بهاي الرابطة كيف الطريقة اللي رح تشارك فيها يعني فيه أمور وأسئلة عديدة جدا يعني الموضوع لا يتعلق بإني أنا شكلتلك رابطة أنا عملتلك دوري دوري أولمبي أنا عملتلك دوري شباب أو عملت أنت عملت دوري أولمبي بس شو 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 اللي استفدنا من الدور الأولمبي على سبيل المثال شو اللي استفدنا ما استفدنا شي ليس للمجرد إنك مثلا تحكي أنا عملتلك رابطة أنا عملت لك دوري، أنا عملت لك فلانا لكن الشي اللي لازم نعرفه كيف رح تتشكل هاي الرابطة ما بنعرف شي المعلومات تكاد تكون معدومة يعني فيه شخص شخصين من الاتحاد عم بيديروا مسألة الدوري لكن كمان يعني ما فيه شغل يعني احترافي ما فيه شغل من الأندية حتى الأندية يعني بصراحة الموضوع صعب موضوع صعب جدا بتحتاج فيها لمكاشفة ولمصارحة ولأن على الإعلام يطلعوا كل رؤساء الأندية مع الاتحاد يشكلوا الرابطة على الإعلام يشكلوا الرابطة على الهواء مباشرة لأن بصراحة ما فيه ثقة ما فيه ثقة بأي قرار عم يتخزوه لأن أغلب القرارات بتكون خاطئة وارتجالية واعتباطية فبالتالي هي مشكلة أنه مو أنا مجرد سميت رابطة أو مجرد سميت دوري أولمبي أو دوري شاء كيف بدك تعمل هذا الدوري؟ كيف بدك تعمل هاي الرابطة؟ هذا الشيء المهم هذا السؤال المهم تشكيل الرابطة مو سهل إطلاقا تشكيل الرابطة تحتاج فيها لدراسة كيف انشغلت هاي الروابط وكيف عم تشتغل هاي الروابط هذا الشيء غير موجود بسوريا لكي نكون صريحين على كل حال أتمنى أعجوكم الإيدة وتكونوا بصحة وخير وسلامة تشكيل الرابطة تحتاج فيها لدراسة شهر